وهو المرشد الخامس طبعاً مصطفى مشهور في كتابه الجندية طريق القيادة يقول والذي ينشق عن جماعة الإخوان يعني يكون إخوان يتركها جماعة الإخوان المسلمين ويخرج منها يجب أن يكون كالغصن الذابل الساقط من الشجرة والذي لا يصلح لا غرساً ولا وتدى كل حال هل فعلاً كلام الشيخ مشهور صحيح؟ أنه الذي يترك الجماعة يذبل يصبح كالغصن المضطرح الذابل الذي لا يصلح لا غرساً يعني بحيث ينبت شجرة بعد ذلك ولا وتدى هل هذا كلام صحيح؟ مجرد إنشائيات جوفاء محمد الغزالي ترككم وبصراحة يبدو أنه بدأ يبدع إبداعاً حقيقياً بعدما ترككم محمد الغزالي على فكرة أروع أفكاره على الإطلاق هي التي جذبتنا نحن إليه وجذبت يعني كثيراً جداً ما القراء إليه هي أفكاره النقدية التي نقد فيها العمل الإسلامي بدءاً من كتابه هموم داعية كل ما تله هموم داعية يشبه أن يكون فقط نقوداً للعمل الإسلامي والحركات الإسلامية ومن أروع كتبه على الإطلاق وفتحت أعيناً عمية وأسمعت آذاناً ثم فهل الشيخ الغزالي عاشه ومن بعد ذلك ملء الدنيا سمعاً وبصرة هل ذبوا لي يا شيخ مصطفى مشهور؟ بصراحة الشيخ مصطفى مشهور المرشد الخامس قلّم المسلمين من يسمع باسمه وقلّ من لم يسمع باسم الشيخ محمد دعوكم مرة أخرى ما هي البقول أنا هذه مشكلة الإخوان يعني شون ما في إنشائيات أخصم بالله مجرد هو يعني يقول عبارة أو يعبد بطريقة يظن أنه العالم سيتشكل وفق أمانيه العالم لا يتشكل وفق الرغائب في وقائع صلبة واحد زي الشيخ الغزالي حين يترك الجماعة الخاسر هي الجماعة ومش الغزالي الله خليك لأنه ليس عندك ثانياً مثل الغزالي واحد ثاني زي الغزالي ما فيش خارج من الجماعة أنتم الذين خسرتم بس هم على فكرة عندهم هذه الكبريا أنه لا مين ما يكون وبعد خمسين سنة بمخالفة واحدة اطلع بره كأنه أطلعوك خارج الإسلام للأسف الشديد فالشيخ الغزالي الشيخ أهى أحمد حسن البقور رحمة الله عليه هل ذبل بالعكس تألق وأورق وأزهر وأثمر بعد ما ترك جماعة دخل المسلمين حتى ثروة الخرباوي وهو مش عالم من وزن الغزالي طبعاً ولا البقوري وكذا أبداً وره المحامي فقطه كذا بعد ما ترك الجماعة استيقظوا فتح أعيناً كثيرة وألف مجموعة كتب أنا أقول لكم من لأن أقول دمرت لكن نقصت كثيراً جداً من مصداقيتكم ثروة الخرباوي وهو أحد كوادركم أئمة الشر سر المعبد واحد واثنين وكتب أخرى أنتم الخسرته على فكرة عبدالستر مليجي وأيضاً كتب كتابه الكبير أنتم الذين تخسرون سعيد حوى سعيد حوى المنظر هذا في عصر كان رقم واحد طبعاً بعد سيد خطب رقم واحد سعيد حوى نحن تربينا على أفكار ونحن صغار الله والإسلام والرسول الثلاثية هذه الأولى وبعدين كتب الثاني على جند الله ثقافة واخلاقاً وجند الله تنفيذاً وكذا والرسائل الكبرى سعيد حوى بعد ما ترك الجماعة وضع الأساس الأساس في التفسير الأساس في المعرفة الإسلامية الأساس في السنة وعلومها عجيب وضع موسوعات منهجية واسعة كبيرة تألق وأثمر أيضاً مع أنه سعيد حوى حين كان في الجماعة كان امتداداً للأسف غير حميد في أجزاء منه طبعاً ليس في كل شيء لسيد قطب وكان عنده نزعة أيضاً تكفيرية ونزعة غزو العالم ونزعة الفارغة هذه كان عنده ترككم لم يذبل ولم يموت سعيد حوى عن ماذا تتكلمون أنتم ماذا تتكلمون شيء عجيب هذا البصير قاعد ألا تعلمون على فكرة ألا تعلمون أن الذين يتركونكم يفتحون أي أحيون كثيرة عند غيرهم لك يدركوا حقيقة لم يدركوها من قبل لا يهتمون على كل حال